بسم الأب والابن والروح الكدس أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زبيحة التسبيح عشان نصلي القدس لازم نيجي الكنيسة عشان نمارس كل أسرار الكنيسة السبعة لازم ندخل الكنيسة ما بينفعش نمارس الأسرار برة الكنيسة كنيسة هي بيت الله وهي بيت الملائكة وعلشان كده مبنى الكنيسة لازم أنه يحظى باحترام وتوقير وتقديس كل شيء جوه الكنيسة حتى التراب أحد الكدسين قال أنه تراب الكنيسة أغلى من الده الحقيقة أنه لفظ كنيسة مشتق من الأصل العبري كنسي ومعناها مجمع أو محفل في وقتنا الحالي المجمع اليهودي بيسموه كنيس والبرلمان في إسرائيل اسمه كنيسة كل دي ألفاظ مشتق من أصل واحد لفظ كنيسة في اليوناني يعني إكليسية معناها برضو مكان الاجتماع وفي الأصل السرياني كونشتو أو أصل اللفظ ده في السرياني كونشتو ومعناه جماعة أو طغمة والحقيقة كلمة كنيسة متكونة من خمس حروف الخمس حروف دول بيلخصوا معنى وقيمة الكنيسة في حياة كل إنسان مؤمن حرف الكاف يعني كتاب مقدس وحياة إنجلي كنستنا الإبطية الأرتدوكسية بتعرفنا يعني إيه كتاب مقدس وبترشدنا إزاي نعيش حياة إنجلي خدمة مميزة تلاقيها في كل كنيسة تلاقي اجتماع درس الكتاب اللي فيه كنيسة بتعرفنا على الكتاب المقدس إزاي نقرأه إزاي ندرسه وإزاي نفهم معانيه والحقيقة أقدر أقول بينكو سين كده إنه كنيستنا الإبطية الأرتدوكسية هي كنيسة إنجلي أكتر من أي حد ممكن يسمي نفسه بالاسم ده عشان كده تلاقي كل لترجيات الكنيسة وكل أصواننا وكل قوانيننا حتى كل تقاليدنا جوه الكنيسة متوافقة تماما مع كل كلمة من كلمات الكتاب المقدس الحرف الثاني هو حرف النون نقدر نقول إن النون هي نقاوة التعليم أي حد من أباء الكنيسة أو خدامها أو معلميها بيخدموا أو بيعلموا جوه الكنيسة الإبطية الأرتدوكسية هتلاقي التعليم بتاعهم نقي لأنه واخدوا من المسيح ومن الأباء الرسل ومستلمينوا الإيمان المسلم مرة للقدسين لحد ما وصل عندنا النهاردة ما فيش حد في كنستنا ماشي بدماهو ما فيش حد في كنستنا بيعلم تعليم مش مستقى من الكتاب المقدس أو من السيد المسيح أو من الأباء الرسل الحرف الثالث هو اليه واليه نقدر نقول إن هو ينبوع ارتواء وشبع هتشبع وهترتوي روحيا فقط جوه الكنيسة هتشبع وهترتوي روحيا بالمسيح فقط من خلال ممارسة أسرار الكنيسة ومن خلال نظام العبادة في الكنيسة لترجيتها وأصوامها وكل شيء غني وفيه بركة روحية بتشوفه جوه الكنيسة حرف السين يعني نقدر نقول سماء الكنيسة الإبطية الأرتوديكسية بتعيشنا السماء وإحنا لسه على الأرض واتفقنا إن الأداس هو رحلة للسماء كل الليتورجيات الكنيسة والعبادة جواها بتورينا اللي هنشوفه في السماء واللي هنعيشه في السماء بناخد منه عربون هنا على الأرض وإحنا بنصلي جوه الكنيسة والحرف الأخير هو حرف اله يعني هيكل مقدس وطاهر الكنيسة بتخلي كل إنسان مؤمن كل إنسان مسيحي إزاي يعيش هيكل لله من ساعة ما بيتولد تستلمه الكنيسة تعمده وتديله سر الميرون ويبقى ينطبق عليه قول بولوس الرسول أنتم هيكل الله وروح الله ساكن ساكن فيكم وفي خلال عبادتي جوه الكنيسة والتعليم اللي بسمعه جوه الكنيسة الكنيسة بتعلمني إزاي أعيش طاهر وإزاي أعيش فعلا هيكل مقدس لربنا الحقيقة يعني إنه حد يقول هو ليه إحنا بنروح الكنيسة هو لازم خليني أفكرك بالسنتين اللي عشناهم في زمن وباء كورونا قد إيه كنا زعلانين إن إحنا الكنيسة مقفولة في وشنا وحتى لو عارفنا نروح بنحجز الأول وبعدد معين قد إيه كت مشاعرك في الوقت ده وإنت بعيد عن الكنيسة ده يخليك تفهم إنه الكنيسة مهمة جدا في حياة كل إنسان والحقيقة دي وصية من الله نفسه إنك تروح الكنيسة دي وصية من الله نفسه تلاقيه بيقولنا كده في سفر التسنية إصحاح 12 المكان الذي يختاره الرب إلهكم ليضع اسمه فيه سكناه تطلبون وإلى هناك تأتون سكناه تطلبون وإلى هناك تأتون ربنا هو اللي كان بيختار المكان اللي تتعامل فيه خيمة الاجتناع في خلال الاربعين سنة الترحال بتاع شعب إسرائيل في برية سينة وبعد كده ربنا هو اللي اختار المكان اللي تبنى فيه هيكل سليمان والحد النهار ده ربنا بيرتب كل مكان تتبنى فيه كنيسة على اسمه ويبقى عايزنا كلنا ندخل الكنيسة دي سكناه تطلبون وإليه تأتون ليه ربنا بيعمل كده؟ حكمة ربنا في الموضوع ده في اختيار مكان واحد للعبادة الجماعية مسبح واحد لتقديم الزبيح عليه كان له أهمية قصوى في العهد القديم عشان شعب إسرائيل عايش في وسط الشعوب الوسانية فكان عايز يربط الشعب ده بإلههم الواحد ويجنبهم خطر الاعتقاد بتعدد الإله اللي كان منتشر كمان ربنا كان بيحرص أنه كلهم يتجمعوا في مكان واحد عشان ما يشتركوش مع الشعوب الوسانية في تقديم زبائح يعني متعددة في أماكن متعددة العبادة الوسانية كان كل شجرة غير مسمرة يعملوا تحتيها مسبح ويقدموا عليه زبائح وسانية فكان ربنا عايز يجنب شعب إسرائيل الموضوع ده كمان شعب واحد وإيمان واحد ربنا دايما عايز يفكر الناس أنه هم مرتبطين بإله واحد وإيمان واحد فقط مش آلها متعددة وكمان يبقى الشعب المتجمع في المكان ده مرتبطين مع بعض كإخوة برباط المحبة والتقاخي يجوا لمكان واحد وخصوصا كان اليهود يروحوا في الهيكل يروحوا في الأعياد الأساسية الكبيرة ويقدموا الزبائح هناك كلهم يبقوا متجمعين مع بعض في الهيكل فكان نوع من أنواع التقاخي والترابط والارتباط كمان بالإله الواحد ولحد النهاردة الكنيسة المكان الواحد اللي احنا بنيجي نعبط فيه ربنا ونتكلم فيه مع المسيح هو إشارة إلى أن مسيحنا واحد ولأنه أقدم زبيحة واحدة من أجل خلاص البشرية فإحنا مناش شفيع غير المسيح ومناش إله غير المسيح فكنا كلنا بنتجمع في مكان واحد عشان نعبطه فدي إشارة مهمة جدا ربنا من حكمته حريصة عليها سواء على مدار العهد الأديم أو العهد الجديد علشان كده بما أن كنيسة مقدسة لازم نحترمها لازم نوكرها لها أهمية قصوى في حياة كل واحد فينا فعلشان كده مشواري للكنيسة لازم يكون مميز عن أي مشوار تاني المكان اللي هروحه ده مميز فلازم يكون فيه استعداد خاص أخشي بيه للكنيسة الاستعداد ده يبدأ من الطريق يعني واحنا في الطريق المفروض نصلي مزمور 122 فرحته بالقائلين ليه إلى بيت الرب نذهب أفضل أردد المزمور ده طول ما أنا في الطريق أول ما هوصل عند باب الكنيسة أقول المزمور 84 أو على قل الآية 10 منه اللي بتقول يوما واحدا في ديارك خير من ألف اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي على السكن في خيام الأشرار دواء أنا واقف على عتبة الكنيسة دخلت صحن الكنيسة وهبدأ أتجه ليه الهيكل أقول بقى أم أنا فبقصرة رحمتك أدخل بيتك أسجد في هيكل كدسك بخوفك مزمور 5 آية 7 وصلت عند الهيكل أسجد قدام الهيكل وأنا بقول أسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح الكدس لأنك أتيت وخلصتنا وبعدين أصلي أبانا الذي في السماوات وأقبل ستر الهيكل اللي هو بيمثل هدب توب المسيح كل مرة بقى أمسك ستر الهيكل وأبوسه كأنه بالضبط بقى أخذ برقة هدب توب المسيح ونقرأ كده في الإنجيل أن الناس طلبوا إليه أن يلمسوا هدب سوبه فقط فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء مش حلو خالص أن أنا أخش من باب الكنيسة من الشارع وأعد حد يقول أنا هكسف حد هيقول أنا أستجايم أتأخر الحقيقة الكنيسة ليها وقار وليها احترام لازم لما أخش الكنيسة أخش باستعداد خاص من الطريق على باب الكنيسة في الممر صحن الكنيسة لازم أجي أسلم على ربنا الأول لازم أقول المسيح إزايك أسجد له وأقول له أبانا الذي وأقبل هد توبه وبعدين أعود أعود في مكان استعدادنا لدخلنا الكنيسة بيدل على أن احنا بنحترم هذا المكان ومقدرين إمته ووجود الكنيسة في حياتنا طيب دخلنا صحن الكنيسة طب ما بالكو بقى الهيكل أكيد له استعداد خاص آخر لكن بنعمة ربنا نتكلم في الحلقة الجاية أما إلى هنا فأعننا الرب الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر